السلام عليكم و انا جيد سعيد بلوقي لكم مرة اخرى على قناتي شاف نوردين في حلقة اليوم ان شاء الله سنرى كيف نحطر لبات بغيزي الاصلية يعني الطريقة الاصلية لكي تحطر لبات بغيزي في الحلقة التي فاتت حطرت معكم لبات سيكرين الذي لم ترى سنجد لكم رابطها في البغدان فو امشي شوفها اذا اعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا جديد الفيديو لكن اول مرة سنرى قناة اليوم و اشتركوا دعوكم تعليقاتكم و ارائيكم حول وصفة اليوم بالنسبة للبات بغيزي ضروري خاصة الميزان او العبار بالنسبة للمقادر سنجد لكم مكتوبين فخانة الوصف يعني بالقياس ديالهم وبالنسبة للبات بغيزي والبات سيكري كي يريدون العبار يعني القراماج يكون لكم على الميزان اولى لمكونات تعبروهم من قبل هنا عندي 250 جرام ديال الطقيق وعندي لها 125 جرام ديال الزبدة بالنسبة للزبدة تقدروا تستعملوا زبدة نباتية كما انه يمكن لكم تستعملوا زبدة حيوانية بالنسبة للزبدة النباتية وما تطيع احتش ماطق لبات بغيزي يعني هي تكون شوية اقتصادية بالنسبة للزبدة الحيوانية للعكس تطيعون واحد الماطق المميز بزاف لبات بغيزي وكتجيبني إذا صيبتوا الكيش ديالكم يجيبني يعني كنخدم الزبدة ودقيق بهذا الشكل هذا نتوما كما تشوفوا نحاول الآن نخدمهم بزيان حتى تضيك الزبدة يكون عندي بحل خليط مرمل بهذا الشكل هذا يعني كيكون تقريبا محرم له يعني غادي نضيف 5 جرام ديال السكار و 5 جرام ديال الملحة يعني 5 جرام 5 جرام نحاول نخلطهم وغادي نضيف صفر ديال البيضة بعد الشكل هذا نتوما كما تشوفوا صفر ديال البيضة سوف نحاول أن نخلط هذا الشي هذا كامل بعد الشكل هذا نضيفه غير صفر يعني صفر كنا نخطو بيضة متوسطة نحيدو لها صفر وتنستعملوه يعني بالنسبة للطريقة غير أصابع ديالنا متى نعجنوش أول شيء حاجين نحاول نخلط الخليط غير بأطراف الأصابع ديالنا بهذا الشكل هذا سنضيف الماء بالنسبة للماء سنضيفه 50 مليلتر ديال الماء يعني 50 مليلتر ديال الماء اللي هي 50 جرام اللي هي 50 مليلتر ديال الماء ضرورة استعملوه للماء أو للحليب ولكن استعملوه غير الماء عادي ما كنحتاجهم مشكلة ثم ما كنتشوفوك نحاول أنني نجمع هاد يعني هاد العجينة ديالتي غير بأصابع ديالي يعني بأطراف الأصابع اللي مش تنعجن أو لا شيء حاجة أو لا تنخلط لأن لبات بغيزي ما كتبغيش تعجن ضرورة نتمنى أنكم تكونوا فهمتوني لبات بغيزي ما كتبغيش تعجن وبالنسبة للزبدة من اللي كان نرمله الزبدة والدقيق في الأول الزبدة لا يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة خاصة الزبدة تكون باردة يعني نتمنى أنكم تكونوا فهمتوني الزبدة تكون باردة لا تكونوا بدرجة حرارة الغرفة هناك كما تشوفو العجينة ديالتي هنراني جمعتها بهذا الشكل هذا سنجلب بلاستيك غذائي أو بلاستيك غذائي ونحاول نحط فيه العجين ديالي بالنسبة للعجين ضروري أننا ندخلوه الزبدة باش ديك الزبدة يعني كتعاود تبرد ديك الزبدة وكتعاود تقبض في العجينة يعني كتجيكم العجينة ديالكم او ديك الزبدة ديتكم كتتجمع لأنها مني كنو كنخدموها راكت تطلق شوية خاصة نردوها الزبدة باش كتتجمع شوية نتمنى أنكم تكونوا كتفهموه يعني تكونوا كتفهمو كيفاش كنشرح لكم يعني راني قدرت بابي سلوفة سوف ندخلها كما قلت لكم تقريباً عشر دقيق بحالة كاكتر خمستاشر دقيقة او مثلا تقدروا مثلا تطيبوها وتحطوها في الكنجيلاتور وكتما تطيبوه تطيبوه او لشي حاجة او للميني طاق تجبدوها وتطلقوها يعني بعدما تستعليها انا اخليتها غير عشر دقيق في التلاجة يعني كناخدوا بابي كويسون يعني كناخدوا بابي كويسون او لكتاخدوا بلاستيك غدائي لما كانت متوفرة عندكم هالبابي كويسون يعني لاش كناخدوا بابي كويسون باش كتجينة سهلة باش انا ننزل عجينة ونحطوها في المول النيشان نتمنى انكم تكونوا فهمتوني يعني لان انا غادي ندير لكم مول عائلي يعني مول كبير يعني ديال الكيش انا نتمنى ان تكونوا بابي كويسون من التحت وبانضح PG انا نتمنى ان العجينة فانتمنى ان العجينة يطلع من فوق هذا كيجي سهل شوية احتاج لكيجيكم سهل باش انكم تحيدوا الكيش ديالكم من المول هنا احطيت العجينة ديالتي في القالب بهذا الشكل هذا انتم ما كيف تشوفه صافيقا نحاول اني ننقدل هذا الشكل دياله نحاول اني نحيد ذاك الهواء اللي كيكون ما بين المول والعجينة بعد شكل هذا يعني خاصني ضروري نخرج ذاك الهواء اللي كيكون كامل بعد شكل هذا وبالنسبة للخدمة ديال الليمون خاصة تكون مقاعدتين يعني خاصكم تعطوها شوية الخطر تتقادل لانا انما قاعدتو الشكل دياله همزين غادي تدخلوها الفران وغادي يجيكم بلاسة عوجة بلاسة مقاعدتين بلاسة طالعاء بلاسة غليظة لذلك يعطوها الوقت شوية باش الخدمة ديالكم تجي المقاعدتين وزوينة بالزل هنا انتم كما كتشوفو كنحاول غير بالسبعية كنحاول نخرج ذاك الهواء اللي كيكون في الجواني بديال الليمون جيكم وغاعمعو وجاو وشكل ديالهم مزلوا بزاف بالنسبة للخدمة ديال الزائد هذا كنحاول نحيدو بالنموذ بالنسبة للخدمة نخدو شي سيكي اللي كيكون ماضي كنحاول أنتم كنجيبو معا الطرف ديال المول وكان حاول نحيد ذوك الزائد اللي شيطين عندي بالنسبة للبلايس أو انتم كما تشوفو البلايس Kartari анتم كما كتشوفو بالخاويين بهاد شكل هذا انتم كما تشوفو كان حاول أنني نخد من ذاك الفائد ديال الي جين اللي حيت اشت소� shouldn't stay with the يعني السابق ايضي其 هو احسن التابعة خلص يعني Technical están فقط من نطاقة صغيرة يعني دي كل موات الصغيرة اللي كيكونوا فرضيين هنا غني نحاول ننقاد شكل دي القالب دي مزيين 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 ما تشكاعدين شبك ما كنت شوفوا يعني نحاول أنه نقاد مزيين وذوك الفائد دي العاجلي كيكون عندي من الجن برا تنحيدوه بالموس يعني كنقوم نخدمه ذك شكل طلع لنا من العجينات نحيدوه بالموس كنحاول ننفيني شكل ديالها مزيين خاصة ضروري شكل ديالها يدفيني مزيين يعني انتم كما كنت شوفوا رأني كنحاول أن ننقاد شكل ديالها مزيين ونجيبها عبار مع المول باش منين ندخل لها الطيب ما تجينيش بلاسة صغيرة أو بلاسة كبيرة يعني باش يبقى الكيش ديالنا يعني شد العبار ديالهم ما يجيكم مشارها بساف ديالنا سيكونوا كي يعانيو من المشكلة ديالها ديالان منين يدخلوا الكيش ديالهم أو لابات ديالهم الطيب في الفران قد تخرج اليوم كعامة وزع او لما مقاد اشكل ديالها او لما نفوخ بلسة او لانتوما كما كنت شوفوا منين قاد الديتها مزيين لديكم الجوجة ديال الحلول اما انكم تاخدوا البابي كويسون وتفرشوه المول من بعد تديروا لوبياء او لالفول او لاشي حاجة تقيلة باش تقلوا لالعجينة ديالكم باش تنفخ او لانتم كما كنت شوفوا وغيرت انتوما كما كنت شوفوا كنت العجينة ديالي بها الشكل كنت ندخلها جيداً فوق شات بهذا الشكل هذا كنت ندخلها جيداً كنت ندخلها جيداً تبيرت تقريباً ١٥ دقائق كنت ندخلها نطيبها نصطيبة يعني تقريباً فرانكي يكون شاعر من التحت ومن الفوق على ٢٠ دراجة تقريباً غير ١٠ دقائق تشمل عافية وتنخرجها وتنعمرها كنت ندخلها نطيبها أنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة سوف نرغبكم العمارة التي قدرت لهذه الكيش هذا الصراحة تأتي واحد عمارة التي زوينة 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 بثاف نتمنى أن حلقة اليوم تنال إعجاب لكم وتجربوا هذه البطاة في لانكات جاية رائعة وليدة بثاف إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا إشتركوا الجيمو من الفيديو إذا كنتوا أول مرة ستزوروا القناة لنزلوا واشتركوا خليوا لي كذلك تعليقات لكم والغراءة لكم حول وصفة اليوم سوف نرغب حلقة مع الأصدقاء لكم باش تعميم الفائدة إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله سوف نرغب أسهل العمارة باش تقدروا أنكم تحضروا كيش بكل سؤاله كنتمنى لكم يوم سعيد إلى حلقة مقبلة بحول الله